يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قل لك كلمة اثر عليها كذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انو اكو او شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما و جميل فاذا اكو احد قل لك هيك كلمة او ممكن تكون الطاقة بعده يعني هس ما متحققه ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحتيو ياك هاي الكلمة فاذا بعد هالي شخص مظاهر بحياتك وما حانش او ما تصرف هذا التصرف المثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعديا انه هنا عندك طاقة مراقبة راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلة ثقة بنفسك انت العيب مو بك انت ما بك عيب ومو شارط كان هذا الشخص يعني اجمل وهو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا شي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هل سخلونا نبلش بالطاقة العامة لبرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك وانا اخلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالي اوني اشوف انو انت عندك طاقة مراقبة عالية الشخص تحس انو هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انه هو عنده طرف ثالث البعض منكم هو فعلا هاد الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته ان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاش في هذا الشي او انت متأكد منه ولكن لحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث في الفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لأنه عندك شك أنه هو بالفترة الحالية يكون طرف ثالث موجود بحياته ويشكك بمحلها راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشيء لأنه هنا السفنة في سورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد أتدور وراه الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور وراه على الأغلب أشوف هذا شخص جديد أو ممكن شخص من الماضي يطالع من حياتك صالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد أنه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو إياك بداية جديدة أو حتى يطلب منك بداية جديدة أشوف أكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه هو يجي يحكي وياك الفترة جاية بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لأن أنت راح تكون بي مجروح أو دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت بي أو دتمر بي حاليا فلها سبب أنت يعني سبحان الله هيا الأوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة أنت دتحاول تدافع نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة أنه أنت خايف أنت مثل ما قلت لك أنت أريد يطالع من الفصال مؤلم أكون الفصال مؤلم وحاليا أنت بطاقة الشفاء دتحاول أنه تستجمع نفسك ودتحس أنه أنت مو غير قادر على أنه حاليا تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية لأنه العلاقة اللي أنت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطري تتحارب هوايا تطري تتواجه ناس هوايا حاولت أنه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي أنت تتحاول تحافظ علي علاقتك هوا شون مقدس ثقة لأنه أشوف أكو طرف صالح هنا موجود بينناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم شون فلها سبب أنت خايف أنه تفتح قلبك أنت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بك الأشياء اللي صارت قبل فالها سبب أنت ذا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوفك وقلقك عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك وكل لحظة أكو شخص راح يتركك حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها لا تتردد حاليا أنه يعني تاخد خطوة جديدة أنا أشوف فترة أخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الألم اللي أنت بيه تكمل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك هسنا فصلنا الوضع لاتفي قبل منافسي الأملي خلونا ننتقل لصعيد العملي الصعيد العملي يا برج الجوزاء أشوف أنه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير كانت منتظر عمل أكو شغل ممكن أحد شعن وعدك بيه وكانت تشتغل أكثر من شغلة في سبيل أنه توفر مصاريف البيت إذا كنت أنت مسؤول عن عائلة طبعا لأنه قراءة عامة فممكن يكونون أكو الرجال أيضا متابعين للقراءة فشان أكو عمل ببالك أو ممكن حتى عملي أنت تتحاول تشتغل في سبيل أنه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعد الظروف الحظر والمعرف أشوف أنه أنت حاليا ما عندك شغل أو نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده يأثر على نفسيتك هو يوده يأثر على بيتك على مصاريفك فذا أشوف عندك تفكير كل شيء شبير بالعائلة والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هو يقعد تفكر هو يتريد أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات فإذا تشنت عندك نقلة إذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك وإذا تشنت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشي متوقفة فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت مقاعد تقدر أن تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال ست أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني تعقار مازل خلال ست أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأوردي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إليك خلال ست أسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء البعض من عندكم باعد يعاني من ألام بالأقدام ومأثرة عليه هواية وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منك بالنسبة للبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أنه تحافظين أو تديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت حامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة إليك إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني إن شاء الله يعني خير لا تخافون بس حاولي أنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحدا من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبينه كلام أو ممكن هذا الأخ أو مشارط أخي يعني شخص من العائلة ما أخذ منك حق أو أنه حاش عليك شي ظلم المهم قاعد أشوف أنه إليك حق يمش شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس أنه هذا الشخص رح يرجع لك حقك منتظر من عنده أنه هو يجي أي صالحك أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذه من عندك ولكن هذا الشخص أشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو إحباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص رح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن رح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيثنا هوايا نحن ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة أشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة أنت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف أنه أنت تغامر بالفترة الحالية أكو تردد ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين داي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت ما قاعد تعرفش تريد أكو هوايا أشخاص خاصة بالتواصل داي حاولون يتواصلون وياك داي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت طاقتك العامة أنت ما قاعد ما قاعد تقبل أنه هذول الأشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ست شهور ممكن ست أسابيع هذا الشخص من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وانت وردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم ثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى صنقل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق العلاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث وانت كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على اغلب انت عارف وهنا انا عندي اوراقة انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو تعبك بالعلاقة مؤثر عليك ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشي ما متناسب ويا عمره وممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالع يمي طالع يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى انت تقول او هذا شخص قاعد يحكي ويايا وهو هيش هو هيش شايفني او انه يقنعك انه انت بيك خطأ يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا ها شخصية الانسان النرجسي واساسا هنا اذا شوف انه العلاقة ما لاتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة فاما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح تزواج فانت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عنده عنها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية لانه انا يشوف انه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى الهو كان بعيد بس رجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لوحد شيته فترة راح ترجعون تفترقون لانه القدر توقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلاص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشيوها هنانا ودتقنعون نفسكم انه ما كوش انتهي هو دا يشوف انه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يضل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحتوي اياك ويصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدو يا شخص صغيرا انه هو شخص مناسب وهو بس هو اللي يرادك وبس هو اللي يمعبرك مثل ما نقول مع انه انت قيمتك اكبر بس هو دا يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك اليه فهذا الشخص النرجي سيدي وموجوده اللي عنده طرف صالث بحياتك هذا لتنطي فرصة انا اقول انه التركة وانت متردد انه انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروح واخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك اولا اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط بلازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لان احنا كلنا طاقة فانت هسا طاقة اللي تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتش فريسة هي الطاقة راح تسحبك ما راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بلك نفس الشي اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر علي مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء تعزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال الجعل لانه اون اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل اليك عن قريب ففي حال تواصل اليك هذا الشخص الي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شي لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص قبل ما لنهي القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعت لي برج الحط العمارتين برج الحمل عدنا هنانا برج الثور برج الاسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية وهوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية يشوفكم بوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة واتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم ياه بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما خضها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعدين فكر بالناس انو هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب اهم شي قناعتك انت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزاء سو لك اذا عزبتكم القراءة شكرا